السلام لبنات ان شاء الله كيف مراكم بخير وصحتكم على خير اليوم جيتكم في فيديو جديد جيتكم بوصفة ميني الهومبرجر اليوم جيتكم بوصفة رائعة مع العجينة والحش وراح تنحضروا عجينة يعني هشة وتكون طرية بزيف وخفيفة نخليكم مع بعض ونروحوا نشوفوا طريقة التحذير والمقادير راح نستعملهم اليوم في هذه الوصفة اول حاجة نبدأ بالعجينة عندي نصف كيلة زيت عندي بيضة عندي لحنا كيلة حليب وعندي ملعقة خميرة تاع المطلوع وعندي ملعقة كبيرة سكر وعندي اللي احنا شوفين باش نبادع نزين به شوفوا اللي احنا اللي بنات باش ندير نجيب نضيف البولت اللي احنا نخدم فيه نفرغ فيه كيلة الحليب نصف كيلة الزيت ملعقة الخميرة ملعقة السكر والبيضاء نبقى نخلط مليح المكونات هذو كلا احنا استعملوا لبنات فرشيطة ولا فوي ولا وش عندك استعمالي لحنا نخلطها مليح كما راكما تشوفوا باش نضيف المكونات الاخرى احنا وش مذكرت الكمش في المقادير لبنات هنا راح ننضيف نصف كيلة تعمى يكون سخون يعني يدافع مش سخون سخون بزيف وملعقة خل البيضاء انا استعملت ملعقة كبيرة وبطبيعة الحال الملح اللي احنا راني نسيت مذكرته لبنات مش معنى هكي نسيت مذكرته لبنات مش معنى هكي نسيت مذكرته لا تديروه احنا ديرو الملح ونكمل نخفق مليح المكونات التابعي هذو ونبدأ ننضيف فلفرين هنا راح ننضيف الفرينة ووش راح ننضير راح ننضير ننصف باكي خميرة بتاع الحلويات هنا الطريقة راهي واضحة يا لبنات نبقى نخلط مليح ونبقى ننضيف الفرينة تاعي ونحرك مليحها لبنات حتى نتحصل على العجينة اللي راني حبتها انا هنا استعملت جدي ونغطيها بكيس بلاستيكي لبنات ونكمل مع بعض الحشو هنا الحشو عندي عندي صدر الدجاج عندي لهنة معدنوس عندي نصف حبة بصل صغيرة عندي ثفا سنينة الثوم عندي لهنة كسبرة يبسة عندي فلفل احمر حار عندي ملح عندي فلفل اسود وعندي شبية كوركم وعندي خبز مرحي عندي زجم عالق كبار هنا في الربو تاعي نخدم كل شي مع بعض ونضيف هذه البصلة والثوم اللي كنت حضرتهم معاكم ونضيف كامل المكونات مع بعض والتوابل ونرحيهم ونراجعوا هنا بعد ما رحيتهم كما راكموا تشوفوا البنات تشوفوا علش تحصلت تحصلت يعني على حشو رائع رائع يعني حمام الذوق تاعو هايل هنا نجيب نفرغوا كامل في ريسي بيوتا اللي نخدم فيه ونضيف عليه زوج ملاعق كبار من الخبز اليابس المطحون ونبقى نعجم فيه اكيد ندخل فيه كامل هذاك الخبز لحنا دور الخبز اللي بنات الدور تاعو انه يخلي الحشو تاعكم الطري هذا هو الدور تاع الخبز تاعنا اللي هنا يخليكم الحشو يكون الطري والجيش تاعكم يبقى طري اهنا نكمل كامل هذا الحشو نكمل نعجم وكامل المليح وندخل فيه هذوك المكونات ونرجعه بشكله مع بعض هنا التشكيل كل واحدة بطريقتها انا اللي هنا وجدرت جبت بيه زيت هكذا ودهنت به يدية كوره من الحشو وبدأت هكذا نشكل فيها وبسطها في جدي تشكلت كما راكموا تشكلت عندي كويرة عفون من الحشو واللي تحب الطريقة الثانية انه تجيب كيس بلاستيكي وتحط عليه كيس اخر وتفتحها بالحلال وتقطعها دوائر اي طابع الحلويات تستعمل هذي الطريقة يعني كل واحدة هنا طريقة لتساعدها وتريح انا نفضل هذي الطريقة انا ذوكو نكملهم بكامل ابنت بنفس الطريقة باش نروح ونقليهم مع بعض يعني الطريقة راي سهلة وده ما استعملوا زيت في يديكم لابنت باش ما تغبنكمش يعني باش ما تزاقلكمش في يديكم يعني هذي اسهل طريقة ديروا فقط عينكم ميزينكم ولي تحب اللحنا اكم تشوفوا كيما كملتم اللي تحب توزن طبعا الحشو التاحة اتديروا ثلاثين قرام وتستعملوا عادي هالعجينة اللحنة بعد ما خمرتلي اكم تشوفوا فيها انا خليتها تتلاسق لابنت نجيب اللحنة ندهني بالزيت لابنت راح نديروا عيني ميزاني يعني ماشي كوموند ولا درتوا غلط دار اللحنة اللي تحب تستعمل الميزين تدير الحشو التاحة بين 35 قرام شوفوا اللحنة راح نستعمل كما نديروا المسمن يعني كما نديروا المفرمسة نصطايفيا نقول لها المفرمسة لا يوجد موجة تقول لها كين اللي يقول لها الرقاق لا يوجد كيفش نشكلهم كم الكوائرات كما راكم تشوفوا و دي ما استعملوا الزيت في يديكم لانه العجينة تعنا راه يتلاسق بزيف يعني هذا هو العجينة اللي يتمدلك هذك الخبز اللي يكون هشيش و خفيف و يجي بزيف يعني خفيف بزيف أنا اللحنة راح نكملهم كامل بنفس الطريقة لانه العجينة هذي اللي استعملتها معكم لبنت اعطتني 13 حبة من كوائرات يعني أنا درت عيني ميزاني و درتهم شوية كبار لابنتي يعني ما مشو صغار هنا بعد ما اكملتهم كامل كما راكم تشوفوا خليتهم مختامة و طبعا نجيت ندهنهم الهنة عندي بيضة كل حليتهم ليح بالفرشيطة و بديت ندهن فيهم حكذا كما راكم تشوفوا فيهن و هنا ندير لهم هذي كلمسة الأخيرة نديروا شوية شوفين هنا اللي خبت تدير جلجين الإدري يعني هنا كل واحده و طريقتها في التزيين يعني كل واحده دير و هو تعرف هنا ووش راح ندير هنا نخلي زيت تعي حاطيت المقلع . . . . يجب ان الزيت يسخن لكي يلزق معك ويجب ان يتحلل معك انا اريد ان يتم الزيت لكي يلزق معك نضيف الزيت التوعي الزيت توقيت عن القبيل انظروا الى الليبنازي نحمروهم ونحيوهم يعني مش رح تلزق معيكم ومش رح تتحلوا تبقى محافظة على ذلك الشكل تحيها كما تدرتوها كما تلقى الهنا بعد ما طاب لي الخبز كما راكم تشوفوا جيت الهنا باش نبدأ مرحلة التزمين الهنا الفرن تعيس اخنته على 180 دراجات دخلتهم طابوا من الاسفل وشعلتهم تحمروا من الفوق ونتحن نكملو معاه هنا باشي مجلس الفيدو بازاف بالليبناز الطويل سوفوا ما سنفعل احنا اضافوا شوية ميونيز او ريسة ابتتليكم هاي المضاعر لان اضافوا المضاعر ونستطيع الرجاجات اهنا تكون غلطة في المضاعر لان اضافوا البناز سوفوف تحنوها بالليبناز ونستطيع الرجاجات اضعوا الفرمج الخاص بالشرائح اضعوا طماطم وتغلقوا عليها بالجزء الثاني وتلزقوا هذو كليبي كتابعكم حتى الحبة تبقى حكماروحها هنا طريقة راهية واضحة نزيد معكم حبة اضعوا المايونيز كما قلت لكم لبنز ومن بعد اضعوا سلاطة اضعوا شرائح الدجاج اضعوا لها شرائح الجبن وتضعوا الطماطم وتحكموها بالبيك اضعوا حبة زيتون يعني تزيين يبقى اختياري يعني انا راني هنا اعطيتها مبساطة وسهلة يعني كل واحدة وش عندها في البيت تستعمل يعني ما تتقيديش بشراكي تشوفي في الفيديو يعني كل واحدة تضعوا ما تقدروا حتى ما تضعوا هذو كليبيك اللي تحكموا بهم تقدروا ما تضعوا طال كما لا تشوفوا كما لا تشوفوا باش نروحوا نشوفوهم مع بعض في سحنة تقديم اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تكون نيلت اعجابكم يعني كانت خفيفة الضريفة مكوينتها بسيطة يعني و جيت تحبل تحبل يلي بنيت نصحكم انكم تجربوها وتخليونا تطبيقاتكم في القروب راح نخليكم الرابط اسفل الفيديو ولما فهمتش اي حاجة تخليلي في التعليقات اكيد راح نجاوبها و الى الملتقى ان شاء الله في وسط قادمة اشتركوا في القناة